بسم الله الرحمن الرحيم طيب هذا مزيد مثال إضافي على ال while loop عندك سؤال يقول لك write a program اكتب برنامج اكتب برنامج write a program that prints يطبع لي العداد that prints the numbers يطبع العداد from one to ten من واحد إلى عشرة with commas يعني مع ثواصل مضبوط as following as following كالتالي يطبع لي واحد بدين فاصل بدين اثنين بدين فاصله ثلاثة 4 5 6 7 8 9 10 أهم شيء والملاحظة المهمة جدا 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 هنا في هذا البرنامج زين هو عدم وجود فاصلة بعد العشرة وعدم وجود فاصلة قبل الواحد زين إذن لو كان قلت واحد اثنين ثلاثة هكذا هذا غلط أو لو قلت لو مشيت كده واحد اثنين ثلاثة كده بعدين طبعت تسعة فاصلة عشرة فاصلة هذا غلط إذا بغاك تطبع كده أرجو أنك توقف الفيديو تحاول تفكر كيف تحل برنامج هذا وحل البرنامج اكتبه إذا كنت سطي طيب أتمنى أنك تكون فكرت خلو نشوف الآن وش العملية وش الشي اللي راح نكرره هنا هذا شي مهم جدا في حل المثال أو السؤال هذا زين لاحظ أنه العملية اللي تتكرر هنا ممكن ينظر لها الإنسان بطريقتين لاحظ أنه العملية اللي تتكرر هنا ممكن أن تنظر لها كمبرمج بطريقتين يعني بمعنى أنه في حلين في طريقتين الحل السؤال طريقة الأولى أنك تقول والله أنه الجزء اللي بتكرر هو أنه أتبع عدد بعدين فاصلة بعدين عدد بعدين فاصلة عدد بعدين فاصلة زين لكن في هذه الحالة لاحظ أن العدد الأخير ما راح يكون بعده طريقة زين إذن هنا حاجة مهمة جدا أنه لما يجيك برنامج في عملية تكرار زين لازم تنتبه أنه ممكن العملية ممكن يكون في عندك عمليتين متشابهات جدا 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 وحدة من العمليتين هذولي تتكرر زين مئة مرة أو مئتين مرة بينما الثاني ما تنفذ إلى مرة واحدة لكن الثاني تختلف بشيء بسيط جدا عن الأولى وهذا هو اللي حاصل عندنا العملية التي ننظر له هنا نتكرر أن نطبع عدد بعدين فاصلة عدد بعدين فاصلة عدد بعدين فاصلة زين ما عدد الأدد الأخير العدد الأخير ما في بعده فاصلة هارجوني يكون هذا الشيء واضح زين إذن عن رغم طباعة عدد جدا شبيه طباعة عدد بعد فاصلة لكنا تختلف فإذن ما راح راح نطبع إليه يعني راح نحاول ننكرر هذه بس بطريقة ذكية مضبوط طيب في ممكن واحد ثاني طيب خلوا قبل ما ندقل هذه حاول الآن بما أني الآن عطيتك يعني مساعدة يعني الآن فوضحت المثال أكثر وريتك وش شيء ليتكرر حاول مرة ثانية أنك تحل المثال هذا طيب خلوا أعطيك مساعدة إضافية إذا كنت ما تستطيع أنك تحاول أو ما استطعت أعطيك مساعدة إضافية وهي أنه راح تحتاج الـF statement جوه اللوك زين مرة ثانية أرجو أنك ترجع تحاول تحل المثال هذا ثم بعد ذلك تجي تشوف كيف أحل له أنا أحاول قدر المستطع حتى لو أخطيت على الأقل حاول حتى أنك تعرف وش الخطة اللي أنت أخطيت فيه طيب خلوا نشوف حل المثال هذا بشكل سريع راح نقوم بالحل راح نحله بالشكل التالي خلو نكتب كود سريع قبل بعدين نحل المثال راح نقول أول شيء راح يكون عندنا عندنا العدات يساوي واحد بعد كذا طالما العدات أصغر من أو يساوي العشرة زين فإنك كرر الجزء اللي داخل هنا زين الجزء اللي داخل هنا ايش اطبع اطبع العدات ثم بعد كذا اطبع فاصلة أو عفوا فاصلة لا 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 ليه كذا زين بعد كذا زيد العداد بواحد لكن لكن طباعة الفاصلة هنا لازم نحرسها مضبوط يحرس عملية طباعة الفاصلة الشرط هو كالتالي إذا إذا العداد أصغر من عشرة نطبع الفاصلة إذا نطبع واحد بعدين فاصلة ثنين بعدين فاصلة إذا جئنا العشرة ما نطبع فاصلة إذا العداد أصغر من عشرة نطبع فاصلة هذا هو البرنامج هذه طبعا اللوب الجزء هذا هو اللي جوه اللوب هذا هو شرط اللوب أرجو أنك توقف الآن تحاول تحل البرنامج قبل ما تشوف الحل النهائي طيب خلونا نحل البرنامج كاونتر بواحد طالما الكاونتر أصغر من عشرة فإننا راح نقول نقول system system.out.print الكاونتر بعد كده إذا الكاونتر يعني شي شبيه جدا إذا كاونتر أصغر من العشرة فإنك طبع لنا فاصلة طبعا بعد كده زد الكاونتر بواحد خلي ننفذ ونشوف كيف البرنامج هذا فعلا طبعا واحد اثنين طبعا كان المطلوب فعليا صراحة بدون print كان مطلوب بنفس السطر فنجي الآن ننفذ نشوف واحد اثنين ثلاثة اربعة حتى عشرة طيب في طريقة أخرى لحل المثال هذا مضبوط وهي أنك لما تيجي تنظر للشي اللي أو عفوا خلي نشوف الطريقة الثانية بعدين ننتقل الطريقة الثانية الطريقة الثانية هو أني أقول اطبع حتى الاعداد حتى ما قبل العشرة هنا أشيل الف هنا زين أشيل هذه وضع يعني مرة واحدة يعني أطبع الكاونتر زائدا فاصلة زين فإذا كل مرة أطبع الكاونتر الفاصلة أطبع الكاونتر فاصلة بس يشئي لين قبل العشرة مضبوط بعد كده بره الآن هنا أقول system.out.printlin أو print طبعا ندون لين الكاونتر زين لاحظنا الكاونتر ما زال عادي تقدر تستخدم بره variable زي زي أي variable ثاني صحيحنا نسمينا كاونتر لكن نقدر نطبع بره زين إلى الآن كيف رح العدد مع الفاصلة العدد مع الفاصلة العدد مع الفاصلة إذن العملية اللي راح نكررها هي العملية اللي بين المربع هذه العملية اللي راح نكررها زين العدد فاصلة لما نجي للعشرة هذه العملية مختلفة على الرغم أن تشبه العملية هذه لكنها عملية مختلفة زين لما راح يكون في هنا تكرار إذن نطبع بره بره بعد اللوب زين إذا إما أنه جو اللوب نضع في statement أو أنه نطلع برا اللوب أخيرا الطريقة الأخيرة هي أنك تنظر للجزء اللي يتكرر في البرنامج على أنه الجزء هذا الجزء اللي هو الفاصلة الفاصلة ثم العدد الفاصلة ثم العدد وهكذا الفاصلة ثم العدد حتى تصل إلى الفاصلة ثم العدد هذا هو الجزء اللي يتكرر من البرنامج بالطريقة هذه رح تكون طباعة الواحد هي العملية اللي غريبة أو العملية التي لا تتكرر رح أضع هذا كأكسرسايز حاول تحله ما رح أحله أنا حاول تحله رح تفيدك كثير في فهم اللوب إذن لاحظ نظرنا أول شيء قدمنا ثلاث حلول لاحظ أن نظرنا بطريقتين للعمليات اللي تتكرر ولما شفنا أن في عملية تتكرر وعملية شبيهة جداً فيها بس ما تتكرر العملية الثانية اللي ما تتكرر ممكن نخليها جوا اللوب نضع لها F statement خاصة أو ممكن نطلعها برع اللوب زين خيارين مضبوط حنا شفنا في المرة الأولى المربعات الصفر دي هي اللي تتكرر بقية العشرة ما تتكرر زين العشرة ما بعدها فاصلة طباعة العشرة فسوينا مرة خليناها عملية اعتبرنا عملية خاصة ومرة طبعناها بره اللوب ومرة حطيناها جوا اللوب بس حطينا F statement حطينا شرط حيث أنه لما نوصلها لعملية الخاصة هذه نغير بالتكرار شوي زين بينما أخيرا يعني آخر شي هذا هو اللي محلنا رح خليه exercise شفنا العملية التكرار بشكل مختلف أرجو أنك تحل البرنامج ومزيد إن شاء الله من العمثلة رح يتأتي